تنظم ألينا من العاصمة الوكرانية كياب مرسلتنا أنجلينا كاريكينا أنجلينا خلال أيام الثلاثة الماضية أكثر من ألف متظاهر طلب المساعدة الطبية ما هو المزاج العبين نشطين الأوكرانيين؟ هل ما زالوا على استعداد لتعريض أنفسهم للموتة؟ الخطة هي البقاء والسمرار في الاحتجاج مع السمرار المظاهرات في النهار والليل عدد الجرحى في تزايد مستمر المتطوعون يقدمون المساعدة الطبية لناس على الفور العديد من المصابين يذهبون أيضا لرؤية الطبيب في المستشفيات إصابات المحتجين متنوعة فهناك من أصيب جراء القنابل الصوتي ورصاص المتطيف عقابل اشتباكات الأخيرة مما تطلب إجراء جراحة العينة كما أن هناك معلومات عن اختفاء بعض نشطاء المصابين من المستشفيات وهم حل بحث من طرف أصدقائهم وأقاربهم اهتمام وسائل العلام مصاب على المنطقة التي تواجد بها مبنى البنمان في كييف ولت أصبحت بؤرة الاشتباكات لكن ماذا عن صاحة الاستقلال حيث بدأت الاحتجاجات صاحة الاستقلال تحولت إلى مركز للمساعدة ومكان للراحة هناك الخيام الطبية حيث يمكنك الحصول على بعض الطعام الساخن والملابس الدفئة ومساعدة أخرى النشطاء يشعرون بالقلق مع تزايد وجود شباب يحملون مضارب البسبول في المدينة لكن شرطة المدنية تنظم دوريات لمراقبة الوضع في جميع الحائل المدينة فيما تستمر الاشتباكات على نحونا متقطع في وسط كييف هل هناك أي تطور مش عن الحوار؟ يقال إنما يسمى بالمشاورات الأولية بين المعارضة وإدارة الرئيس يانوكوفيس تجري خلال هذه الأيام أيضاً فيتالي كليشكو ذهب لرؤية فيكتور يانوكوفيس المرة الثانية وهذه المرة في مكتبه ومع ذلك قال كليشكو إن الرئيس لم يستقبله مرسلتو نميكي أفنجلي نكريكي نشكر لكي